أحسن الله إليكم هذا المستمع إبراهيم بن عبدالعزيز أبو حامد من الرياض يقول في أول أسئلته ما عكمه زيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم زيارة القبور عموما مشروعة حتى زيارة قبور الكفاة من أجل الاعتبار والاتعاد وزيارة قبور المسلمين للاعتبار والاتعاد أيضا وللدعاء لهم والاستغفار لهم زيارة القبور مشروعة ويدخل فيها زيارة قبور الأنبياء والصالحين لا من أجل دعائهم والاستشفاع بهم والتوسل بهم كما يفعله القبوريون وإنما من أجل الاعتبار والاتعاد ومن أجل الدعاء لأموات المسلمين والاستغفار لهم نعم